موسيقى نشرة منتصف الليل تأتيكم مباشرة من قناة الجزائر التولية والبداية بأبرز العناوين الوزير الاول الجزائري بن واكشل تحسبا لانعقاد الدورة التاسعة عشر لجنة الكبرى المشتركة للتعاون وموريثانيا بوابة استراتيجية للجزائر نحو اسواق غرب فريقيا موسيقى رئيس الصحراوي إبراهيم غالي يحظى باستقبال رسمي حار بن ايروبي ضمن مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الكيني المنتخب سامويل روتو ونظام المخزن يتلقى صفعة جديدة موسيقى في دداعيات حلقات التطبيع بين الرباط والكيان الصهيوني رئيس أركان جيش الاحتلال يهين مرة أخرى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية والمغاربة في المرتبة السادسة عربيا رغبة في الهجرة موسيقى دعوات دولية لوقف التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان وتسعة وأربعون جندياً أرمينياً حصيلة قتل المواجهات بين الجانبين موسيقى الاتحاد الأوروبي يتخلى عن تسقيف سعر الغاز الروسي والقمح يعاود الارتفاع في عقاب تلويح موسكو بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل بداية حلام سيث ثلاثاء بالعاصمة الموريتانية واكشط الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية على رأس وفد وزري هام ذلك في طار تنظيم الدورة التاسعة عشرة للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية الموريتانية للتعاون التي ستنعقد اليوم الأربعاء هذا وأطلق البلدان مجموعة من المشاريع والاستثمارات المشتركة تهدفوا بهدف تعزيز تعاونهما الاقتصادي وتنمية المناطق الحدودية الجزائر موريتانيا زيارة رسمية متتالية وتحركة قطاعية مكثفة مواشرة تعكس تطورا لافتا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين تؤسس لتحالف استراتيجي بمشاريع هيكلية وبأبعاد إقليمية وقارية فبعد وضع آخر اللمسات التقنية لإطلاق مشروع إنجاز طريق تندوف الزويرات على مسافة 773 كيلومتر والتي ستتكفل شركات جزائرية بإنجازه واستغلاله لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد تطمح الجزائر وانواكشوت لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين بإقرار إجراءات لتسهيل تصدير المنتوجات الجزائرية لأسواق دول غرب إفريقيا عبر البوابة الموريطانية بتفعيل رواق داكار مسعى يستند على التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات التجارية الجزائرية الموريطانية خلال السنتين الماضيتين حيث قفزت صادرات الجزائر نحو موريطانيا بمئة بالمئة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2020 لتتجاوز قيمتها 53 مليون دولار السنة الماضية بعد أن كانت دون حاجز العشر ملايين دولار في 2020 في حين سجل خلال العام الجاري أزيد من مئة عملية تصدير بزيادة فاقة المئة بالمئة مقارنة مع سنة 2021 منها 12 رحلة جوية تحمل المنتجات الفلاحية أرقام رفعت عبرها الجزائر من حصتها في السوق الموريطانية التي تشكل فيها الصادرة الجزائرية حوالي 20% من واردات موريطانيا من الدول الإفريقية يأتي هذا بعد أن وسع البلدان من استثماراتهما في البنى التهتية لترقية تعاونهما عبر إطلاق الخط البحري الجزائر نواكشوت وتتشين القاعدة اللوجيستيكية بولاية تيندوف الجزائرية وإتمام إنجاز المعبر الحدودي البري مصطفى بن بولعيد هذا وقال رئيس مجلس الأعمال الجزائرية الموريطانية يوسف فالغازي أثناء تدخله عبر خدمة سكايف في نشرة الحصاد أن هذه الدورة جاءت لتعزز الشراكة الاستراتيجية للتعاون بين الجزائر وموريطانيا على غرار قطاع الطاقة والمعادن وصناعات الصيدلانية اليوم جاءت هذه الدورة لتعزز من هذه الشراكة الاستراتيجية اليوم في قطاعات كثيرة وجديدة على التعاون بين الجزائر وموريطانيا قطاع الطاقة مثلا والمعادن الصناعات الصيدلانية كل هذه هي مدفات مطروحة للنقاش خاصة من طرف الخبراء قبل عقد اللجنة قدم نعم وتتميز الجزائر بخبرة كبيرة في مجال الطاقة وخاصة في مجال الكهرباء يعني شركة سونرغاز هي شركة رائدة اليوم تدرس جدوى لدخول هذه الشركة إلى الموريطانيا استقبل أمس الثلاثاء بأبو ظبي وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب بصفته مباوثا خاصا لرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من قبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زيد النهيان حيث سلمه رسالة الدعوة الموجهة إليه من الرئيس تبون للمشاركة في أشغال القمة العربية بالجزائري مطلع نوفمبر المقبل كما كان وزير الطاقة الجزائري قد استقبل بالعاصمة القطرية الدوحة من قبل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر حيث سلمه رسالة الدعوة الموجهة إليه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة في أشغال القمة العربية في مضوع آخر شدد المتدخلون في رابع جلسات جلسات منتدى المجتمع المدني العربي المنعقد بمدينة وهران غربي الجزائر على ضرورة تبني مقاربة تشاركية فعالة دعما للعمل العربي المشترك لطالما كانت القاعدة الشعبية أساساً لبناء الأوطان وتعزيز وحدة الأمم أتت ثالث جلسات منتدى تواصل الأجياء لدعم العمل العربي المشترك تحت عنوان البعد الشعبي في إصلاح وتطوير منظومة العمل العربي المشترك كانت من أهم الجلسات إن لم تكن أهمها لأنه قدم في مقاربة على نحو مختلف تريد أن ترى العمل العربي المشترك هذه المرة من الأسفل فتشارك البعد الشعبي الاجتماعي الإنسان العادي أن ننطلق من أشيائنا الصغيرة من التخوم من الأطراف من مناطق التماس هذا شيء الثاني في هذه الجلسة الهامة أننا تجاوزنا ما يمكن تسميته بتشاؤم الذكاء نحو تفاعل الإرادة الجلسة كانت أيضاً فضاءً لتبادل الرؤى حول آليات تعزيز العمل العربي المشترك وفق مقاربة تشاركية تضم كل القوى الشعبية ومختلف فوائل المجتمع المدني العربي أولاً أهمية البعد الشعبي في إصلاح وتطوير وتحديث الجامعة العربية تم تأسيس لجنة ترأستها الجزائر منذ 2013 في إطار إصلاح العمل العربي ونذكر أنه تم تأسيس لجنة رافعة المستوى ترأسها وزير الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي التي على أساسها تم إنشاء لجنة مفتوحة العضوية من ضمن هذه اللجنة مفتوحة العضوية أربعة لجان أساسية اللجنة الرابعة التي ترأسها الجزائر هي حول البعد الشعبي لإصلاح منظومة العمل المشترك وهنا تم وضع تقريباً ستة محاور أساسية من ضمنها أن يكون هناك تفعيل وإعطاء نوع من الصفة التشاورية للبرلمان العربي على قدر أهمية منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك جاء ثناء النخب العربية المشاركة في المنتدى على جهود الجزائر ومساعيها في توحيد الصف العربية لتحقيق تطلعات الأمة العربية شرك رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي بالعاصمة الكينية نيروبي في مراسم تنصيب الرئيس الكيني المنتخب ويليام سامويل روتو حظي غالي باستقبال رسمي حار يعكس احترام القادة الأفارقة للرئيس والشعب الصحراويين لا يستقبل بهذه الطريقة إلى الزعماء والأبطال فهذه الهتفات والأصوات من ملعب كساران الأكبر في قلب العاصمة الكينية نيروبي تصدح ترحيبا بقدوم الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الذي يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الكيني المنتخب ويليام سامويل روتو استقبال رسمي حار من السلطات العليا الكينية للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يبرق برسائل قوية من عمق العلاقة الوثيقة بين الجمهورية الصحراوية وكينيا بل ومن عمق علاقة الجمهورية الصحراوية مع أشقائها في كامل القارة الفرقية إذا كان المشهد يلخص صفعة جديدة يتلقاها نظام المخزن أمام انتصارات جديدة تحسب لصالح القضية الصحراوية خاصة على المستوى الافريقي فالرئيس الصحراوي تعددت مشاركاته وخارجاته الرسمية ضمن التقاليد الدبلوماسية والسياسية المعهودة ولعل آخرها المشاركة في قمة تيكاظ الثامنة بتونس والتي استقبل فيها رسميا من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد استقبالات وحفاوة لا يهضمها القصر الملكي الذي يبدي غضبه وامتعاضه حينا ويغض الطرف أحيانا كثيرا فخارجية المخزن سرعان ما استدعت سفيرها بتونس للتشاور مع بيانات متتالية ضمن شطحات دبلوماسية معتادة غير مبررة تبرز بحسب العارفين بشؤون القصر الملكي عدم الاتزان وغياب المساواة في ضبط العلاقات بين دول الاتحاد الافريقية فيتساءل المتتبع للشاء عن عدم تجرؤ الخارجية المغربية على استدعاء سفيرها في كينيا وقبله في جنوب افريقيا كما فعلت مع الشقيقة تونس أهو حلل على كينيا وحرام على تونس أسئلة لا تجد لها إجابة من قبل المخزن وحاشيته أمام غرق القصر الملكي في دوامة سقطات دبلوماسية لا تتوقف ولم تزده سوى عزلة ونفور في السياق قال سفير الصحراوي لدى بوتسوانا مالعينين لكحل خلال تدخله في نشرة الحصاد أن الرئيس الصحراوي استدعي لمراصم تنصيب الرئيس الكيني مثل بقية الرسائل الذين شاركوا في هذا الاحتفال مضيفا أن المشهد طبيعي وأن الدولة الصحراوية حقيقة لا رجعت فيها الرئيس الصحراوي هو رئيس إفريقي رئيس دولة إفريقية صديقة لكينيا واستدعي مثل بقية الرؤساء الذين شاركوا في هذا الاحتفال الذي أذكر بأن أكثر من عشرين رئيس دولة حضره بالإضافة طبعا إلى ممثلين عن دول عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية الصين اليابان بريطانيا إلى آخر ومنظمات دولية وإقليمية المشهد مشهد طبيعي الدولة الصحراوية حقيقة كما قال الشعب الصحراوي لا رجعت فيها والإرادة السياسية للشعب الصحراوي واضحة من خلال المشاهد التي ترونها شرع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية في زيارة رسمية إلى فلسطين المحتلة ليلتقي برئيس الأركان العامة لجيش الاحتلال استقبال أهان فيه مرة أخرى العسكري الصهيوني نظره المغربي يرتمي النظام المغربي أكثر في حظن الكيان الصهيوني وعلى إقاع نشيد الاحتلال يعتدل استعداداً المفتش العام للقوات المسلحة المغربية بالخير فاروخ لتأدية تحية عسكرية لعالم الكيان زيارة غير مسبوقة لوزير دفاع عربي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة واستقبال ما كان ليكون قبل الإعاز الذي قدمه رئيس الأركان العامة لجيش الاحتلال آفيف كوهافي لبلخير بضرورة التوقف والوقوف إجلالاً لعالم الاحتلال وهو ما طبقه الجنرال المغربي الذي بدى تائهاً على البساط الأحمر كتيهان مسؤوليه في اتفاقية التطبيع مع الكيان مشهد يعد للأذهان الإهانة ذاتها التي تعرض لها العسكري المغربي في عقر داره من قبل عسكري الاحتلال انتهت مراسم الاستقبال وأمر الحاضرون بالانسراف ولكن ما الذي حدث قبل مغادرة المكان يحظن هذا الضابط في جيش الاحتلال زميله فرحاً وانتشاءاً بنصر ما كان ليتحقق لولها رولة نظام المخزن للاستقواء بكيان الاحتلال ليس غريباً على الكيان منهم ما بدر فتاريخهم يكشف تلاعبهم لا يبدون ما يسرون فهل سيعي نظام المخزن ذاك؟ فليس الذي ظهر كالمخفي في السرائر احتل المغاربة المرتبة السادسة عربياً كأكثر الشعوب الرغبة في الهجرة بأنواعها وفق تقرير بحثي أنجزته شبكة البرومتر العربي هيت جاء في التقرير أن ما يفوق نسبة الأربعة وثلاثين في المائة من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع رغبتهم في الهجرة أكثر من تلت المغاربة يرغبون في الهجرة من بلاد أمير المؤمنين هروباً من معاول الفقر والجوع في دولة تشهد فوارق طبقية شاسعة تنذر بشر مستطير جاء المغاربة في المرتبة السادسة عربياً بعد الأردن والسودان وتونس ولبنان والعراق كأكثر الشعوب رغبة في الهجرة وفق تقرير بحثي أنجزته شبكة البرومتر العربية أين أكد 34% من المغاربة الذي شملهم الاستطلاع رغبتهم في الهجرة معطيات تعكسها شاشة الاستقرار المجتمعي في نظام جارنا الملك ففي أحدث تقرير أممية عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2022 صادر عن عدة منظمات دولية أشار إلى أن نسبة المغاربة الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائية تصل إلى 40% على النقيض من ذلك يعد العاهل المغربية التاسع في قائمة عشرة أغنى ملوك العالم وجاء في تقرير لمجلة فوربس أن صافي ثروات الملك المغربية ارتفع بشكل ملحوظ من 2.4 مليار دولار إلى 5.7 مليار دولار عام 2015 إلى 8.5 مليار دولار خلال سنة 2021 ولديه حصة 40% من الشركة الوطنية للاستثمار وهي شركة قابضة تمتلك حصصاً مسيدرة في أكبر بنك في البلاد إضافة إلى مجموعة التجاري وفاة وشركة مناجم لا يحتمل المنطق تفسيراً آخر لواقع حال الجيران الذين لطالما تفاخر السفهاء منهم بأن سيدهم ذاك قد أسبغ عليهم من الخيرات ما جعل لسانهم يلهج بالثناء عليها غير أن الوقائع تكذب أمانيهم والدعاءاتهم فالمظاهرات اليومية في الشارع المغربية ضد الفقر والغلاء وجشع حكومة أخنوشة ومن ورائه سيده تقول بعلو الصوت أنه ما جاع هؤلاء إلا من جشع أولئك دعت دول ومنظمات وهيئات دولية ثلاثة إلى إرساء السلام ووقف الحرب بين أرمينيا واذربيجان وحثت روسيا، إيران، تركيا وفرنسا في بيانات الدولتين الجارتين على وقف التصعيد جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان أن المعارك تدور في عدد من النقاط على الحدود بين أرمينيا واذربيجان مؤكدة أن قوات باكو المدعومة بالمدفعية والطائرات المسيرة تسعى إلى التقدم داخل الأراضي الأرمينية يلتقي الخميس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني تشيجين بينغ في أوس باكستان وسيجري رئيسان محادثات وفق ما ورده بيان الكريملين الذي أضاف أن اللقاء سيتناول الحرب في أوكرانيا والتوتر في مذيق تايوان مرحباً بلقاء نظيره الصيني في أوس باكستان هذا الخميس الكريملين يعتبر في بيان له لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شيجي بينغ إبرازاً لطبيعة الخاصة للعلاقات بين موسكو وبيكين مضيفاً أن رئيس الروسي سيجري محادثات مع شيجي بينغ خلال اجتماع منظمة شينغاي للتعاون في أوس باكستان الذي يستمر يومين بدءاً من الخامس عشر سبتمبر لقاء الرئيسين الروسي والصيني لن يخلو وفق الكريملين من استعراض مستجدات وتداعية الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى مآلات التوتر القائمة في بحر الصين الجنوبي وجزيرة طايوان فيما ستتيح محادثات شيجي بينغ مع بوتين حسب مراقبين الفرصة للرئيس الصيني الذي يغادر بلاده للمرة الأولى منذ بداية جائحة كوفيد تسعة عشر لتعزيز نفوذه مع حلفائه بينما تمكن المحادثة بوتين وفق ملاحظين من إظهار ميل روسيا نحو آسيا في وقت يبرز إبداء معارضة كلا الرئيسين للولايات المتحدة عاملاً لافتاً في اللقاء محطة هوز باكستان ستجمع رئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضاً بنظيره التركي رجب طيب أردوغان فالكريملين كاشف أيضاً أن بحث اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لن يكون بمعزل عن لقاء الرجلين ارتفعت العقود الأجلة للقمح في بورسة شيكاغو بنحو ثمانية في المائة خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر ماي الماضي وبرر محللون سبب ارتفاع القمح بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي والتي أثارت مخاوف من حدوث اضطرابات من جانب أحد المصدرين الرئيسيين في العالم ما يهدد بانخفاض المعروض ترجع الاتحاد الأوروبي عن مشروع تسقيف سعر الغاز الروسي بعد رفض العديد من الدول الأعضاء مقترح المفوضية الأوروبية وفادت صحيفة الجارديون البريطانية أن المفوضية الأوروبية تعتزم فرض ضريبة جديدة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة ضمن خطة لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وصل مساء أمس الثلاثاء نعش الملكة لزباة ثانية إلى العاصمة لندن آخر محطاته بعد أن قضى الليلة الماضية في مدينة دامبرا وكان في استقبال النعش الملك تشارلز الثالث رفقة أعضاء آخرين من العائلة الملكة في العاصمة البريطانية كما كان في استقبال الجثمان لدى وصوله ضواحي العاصمة لندن أعداد غفيرة من الجماهير التي جاءت لتؤدي لها تحية الودع نختم هذا الموعد الإخباري من الجزائر حيث يعد طبق الرشت الجزائري التقليدي من بين أفضل الأطباق عالميا بافتكاكه المرتبة السابعة حسب التحديث الأخير الذي نشره أمس موقع تاست أطلس المتخصص في هذا المجال نتابع تصنيف آخر وليس الأخير يفتكه المطبخ الجزائري من المطابخ العالمية ليكون الألذ بشهادة المختصين الرشت الجزائري الطبق التقليدي هو الأفضل في صنف الشعيريات حول العالم خارج قارة آسيا حسب الموقع الشهير تاست أطلس المتخصص في تصنيف الأكلات عبر العالم القائمون على التصنيف وضعوا العجائن الجزائرية الأصيلة في المرتبة السابعة على مستوى العالم بعد حصولها على تقييم 4.6 نقاط من 5 وهي الطبق الأول متوسطيا إفريقيا وعربيا الرشت الطبق الشعبي المتكون من رقائق الماكرونة الطويلة مع مرق اللحم أو الدجاج الأكثر انتشارا ليس الطبق الوحيد الذي افتك هذا التصنيف على موقع تاست أطلس فقبله صنفت حلوة مقروط اللوز من بين الحلويات الخمسة الأشهى عالميا وحسب التصنيف الأخير للموقع فالمطبخ الجزائري لهذا العام هو الأفضل عربيا والثاني إفريقيا والسادس والعشرين من بين خمسين مطبخا عالميا بفضل الأكلات اللذيذة كالشخشوخة وشرب أفريك وغيرها من الأكلات مطبخ جزائري غني يجعل بعض الدول التي تحاول سرقة هذه الأكلات الجزائرية كل مرة تركن جانبا في الزاوية تراقب في صمت افتكاكات المطبخ الجزائري نهاية النشرة وللمزيد من التفاصيل تابعونا عبر منصاتنا الرقمية فيسبوك، تويتر، انستجرام، ويوتيوب ولتفاصيل أكثر عن الخبار الموقع الإلكتروني لقناة الجزائر الدولية في الخدمة تامان الله ترجمة نانسي قنقر